تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن قتل 14 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات روسية استهدفتهم أثناء عبورهم نهر الفراد جنوب مدينة الميادين في شرق سوريا بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان وتعرضت قرية جديدة عجادات لضربات مماثلة ما أدى إلى قتل مدني واحد فيما شنت طائرات الحربية ضربات بالقنابل العقودية على مدينة القورية دون معلومات عن وقوع إصابات بحسب ناشطين أفادت مصادر أمنية يمنية بقتل قيادين في تنظيم القاعدة في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضة وسط البلاد وذكرت المصادر أن الضربة استهدفت القيادي في القاعدة شروم الصنعاني وهو على مهي دراجة نارية في منطقة يكلة ما أدى إلى قتله وقتل شخص آخر كان برفقته أشادت البحرين بالجهود التي تقوم بها قوات الأمن في السعودية وإحباط المخططات الإجرامية والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية وتوفير كل سبول الحماية والأمن للمواطنين والمقيمين أتي ذلك بعد إعلان رئاسة أمن الدولة في السعودية بطاحة خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في الرياضة في عملية استباقية عد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى والذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه بشأن هذا الاتفاق وضف ترامب أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط تسببت العاصفة المدارية نيت في قتل 22 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى لدى اشتياحها المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة وهي في طريقها إلى منتجعات المكسيك المطلة على الكاريبي وإلى خليج المكسيك وأعلنت كوستاريك حالة الطوارئ وما تزال المدارس والإدارات في البلاد مغلقة في وقت تواجه فيك نيكاراكوا المجاورة انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاعات في الكهرباء يختبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أداة جديدة لوقف سيل الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر صفحاته وقال مسؤولنا في الموقع أن الإدارة الجديدة ستمنح المستخدمين معلومات عن مصدر القصص الإخبارية التي تصل إليهم مضيفين أنهم حاليا يختبرون زرا ينقر عليه المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات عن مصدر الأخبار دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا